الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله حيا على الفلاة الصلاة الصلاة أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله استقبال القبلة والصلاة إلى ساتر حتى لا يمر أحدا من بين يديك الإقامة أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله النية ولابد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعينها بقلبه وهو شرط أو ركن وأما التلفظ بها بلسانه فهو بدعة مخالفة للسنة التكبير ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وهو ركن ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده كل ذلك ثابت في السنة ويرفعهما ممدودة الأصابع ويجعل كفيه حذو من كبيه وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرصغ والساعد وتارة يقبض باليمنى على اليسرى ويضعهما على صدره فقط الرجل والمرأة في ذلك سواء ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنها من زخارف ونقوش فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا هو يدافعه البول والغائط وينظر في قيامه إلى موضع سجوده ولا يلتفت يمينا أو يسارا فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء الله أكبر ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعاية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثن بتركه والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقول سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها فيجب على الأعاجم حفظها فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف وهكذا إلى آخر السورة وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها ويجوز قراءتها مالك وكذلك مالك يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا أخرى والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر منها في الثانية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فإذا فرغ من القراءة ساكت سكتة لطيفة بمقدار ما يترد إليه نفسه ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويكبر وهو واجب ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذه وهذا ركن ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابد على ركبتيه وهذا كله واجب ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لا استقر وهو واجب ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله موساويا لظهره ويباعد مرفقيه عن جنبيه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده وهذا واجب ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة ثم يقول معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه وهذا ركن ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد ثم يقول الله أكبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه بهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم ونهى عن التشبه ببروك البعير وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما إلى القبلة ويجعل كفيه حذو من كبيه وتارة يجعلهما حذو أذنيه ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب ويمكن أنفه وجبهته من الأرض وهذا ركن ويمكن أيضا ركبتيه وكذا أطراف قدميه وينصبهما وهذا كله واجب ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه ويجب عليه أن يعتدل في سجوده وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين ومن اعتدل في سجوده هكذا فقر اطمئن يقينا والاطمئنان في السجود ركن أيضا ويقول فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر ويستحب أن يكثر الدعاء فيه فإنه مظنة الإجابة ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بصاط أو حصير أو نحوه ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الافتراش والإقعاء بين السجدتين ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب ويرفع يديه أحيانا ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهو ركنه ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وهذا واجب وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة ويجوز الإقعاء أحيانا وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه ويقول في هذه الجلسة اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني وإن شاء قال رب اغفر لي رب اغفر لي ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا ويصنع فيها ما صنع في الأولى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهود إلى الراكعة الثانية كبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى نوضعه ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاج إلى الراكعة الثانية وهي ركن ما صنع في الأولى إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح ويجعلها أقصر من الراكعة الأولى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر وربي اغفر لي وربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم التشهد الأخير والتورك فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب ويجلس فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى ويجوز فرشها أحيانا ويلقم كفه اليسرى ركبته ويعتمد عليها تحريك الإصبع والنظر إليه ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة وتارة يحلق بها حلقة ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة ويرمي ببصره إليه ويحرقه يدعو به من أول التشهد إلى آخره ولا يشير بإصبع يده اليسرى ويفعل هذا في كل تشهد التشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي للسهوة الله أكبر ويقرأه سراً وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن شئت الاختصار قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأن يستعيذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال الدعاء قبل السلام ثم يدعو لنفسه بما بدى له مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه التسليم أنواعه ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر ولو في صلاة الجنازة وجوه السلام الوجه الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره الثاني مثله دون قوله وبركاته الثالث السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره الرابع يسلم